بص يا جماعة قبل ما يجي امريكا ما كنتش عارف ان في مرض اسمه اكتقب الشتة. اكتقب الشتة ده بيجي لك لما تكون قاعد محبوص في قوضة متر في متر. جاءه بره ما يساعدكش خلص اللي انت تخرج. والناس اللي بتطرها ظروفها ان هي تخرج تجيب حاجة حتى لو حاجة زيارة من تحت البيت. ماشي عاملة زي الناس دي. كده. آآ فدعونا لان بجد البرد ده حاجة من الحاجات اللي انت ما تعرفش تتعامل معها. الجليل ده حاجة من الحاجات اللي انت ما تعرفش تتعامل معها. تعرفش تمشي الشمسية وتمسك الشمسية مسلا وتعدي من نص. لان الجو فعلا بيجمد روحك. بيجمد روحك فعليا يعني بصوا. تبقى لابس كل اللي في البيت عندك ومش باين. تحس بطريق ماشي في الشارع. بطريق. ويعني ممكن تعامل حد يكون ابنك ما عدي جمك ما تعرفوش. من كتر ما بيبقى مخاب بيوشه وعينيه وقديه ورجليه وكل حاجة يعني. اهو زي الست دي مسلا. ايه ده? بطريق. فتدعونا كده يا جماعة من الايام دي تعدى على خير لان مجد البرد ده حاجة سيئة جدا. وبعدين بتبقى خيارات الفيق ليلة. مفيش قدامك اي حلقة اللي انت تاكل حاجة دافية وتاكل مكسرات كتيرة وتاكل لبوس داني وتقزقز قدام التلفزيون لو عندك تلفزيون او تقزق قدام الفيسبوك لما عندك فيسبوك. وما فيش حد ما بيبقى طويقيابي لحد ولا حد عايز يتحرك من تحت السرير اساسا. وتلاقي ان كل ما شويرك بتتاجل يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم لغاية لما الشيطة يخلص. وانت ما وصلتش لأي حاجة. وبعدين خليمان تبصوا يعني اشكالي الناس بتتغير يعني الناس دي يعني قبل الشيطة حاجة وبعد الشيطة بتلاقي حاجات تانية بقى يعني بتبص العيالك كده من نظرة مختلفة بتلاقي ناس اتقشرت يعني ناس مين ده ده ما شاء الله ده كبر اصلا كان في البرد بيبقى لابس حاجات تانية انت بتعرفوش. بس بقى فكرة اه يعني برضو من الصعوبات اللي تقابلنا نحكي لكم حكاية صريفة اول ما يعني اول سنة جيت امريكا اه واحي تكلمني على فكرة اه نظرية المسحة الكم. نظرية المسحة الكم دي بقولك ايه انت لما تيكت وضع والدنيا برد قوي. زي ما تمسح على الخف كده مش لازم تشمر كمك عشان تمسح على الكم. يعني مش لازم تشمر ايدك عشان مية تيجي على ايدك. ممكن تمسح على الكم. فانا قلت لأ طبعا ايه التهريك ده? ده ايه يعني ده مفيش حاجة كده اصلا ده ايه ده انتوا جبتوا الكلام ده منين ده اسلام فين ده اللي بيقول كده. وبعدين حتى بقول لأ طبعا ضهلت وازاي? وبعد كده بقى ايه? مع البرد ممكن تضعف يعني. بس يعني. طب يا جماعة شرفتهم في شواء الصغارين دول والله. وكالتر وخير الظروف ودعواتكم. يريك كلها مسبس كابل الصفحة التعايتنا على ايتيوك فرس من نهايتنا عشان نوصل لكم كل جديد وغريب وظريف ولطيف موجود في العالم.